برحب بيكو في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم النصايح والتحذيرات لكل برج من الابراج لشهر يناير 2021 النهاردة تاني برج هتكلم عنه برج الحمل وهنتكلم عن اهم نصايح احب عرفها لبرج الحمل الناري اللي انا قلت له ومعطلهم فيديو مهم جدا ندخوله شوفوه له اهم توقعات عام 2021 برج الحمل من الابراج ان شاء الله بإذن الله هيبقى عندهم يعني تغييرات مصرية السنة دي وعندهم طاقة ايجابية وعندهم نجاحات فاستمروا يا برج الحمل انتو بتبدأوا السنة ان شاء الله هيكون فيها تغييرات قوية عندكم على المستوى المادي والمستوى العملي والمستوى العاطفي فجوءهم طيب خلونا نتكلم عن شهر يناير اول حاجة برج الحمل ممكن فترة دي تكونه صحيا مش افضل حاجة في الدنيا اعتقد ان برج الحمل ممكن يكون بيمر بوعكة صحية من نهاية شهر ديسمبر يعني نهاية ديسمبر اول الاسبوعين من يناير شايف ان الحمل بيتعافى او بيتشافى عنده مشكلة صحية بيحاول ان هو يشتغل عليها علاقاتك العاطفية وعلاقاتك الاسرية وعلاقاتك مع اصدقائك فيه مشاكل شايفاك زي ما تكون مصدوم يا برج الحمل في ناس كتير جدا حواليك او شايف ان اشخاص كتير ممكن يكونوا خذلوك ما كنتش تتوقع منهم ان هما يعملوا معاك كده كنت متوقع ان هما يقفوا جنبك في محنتك شايفاك اتظلمت جدا في عملك او اتظلمت في حياتك الفترة اللي فاتت او في اسرتك او في علتك او من اصدقائك فشايفاك زي ما تكون بتلملم اشلائك يا برج الحمل بتحاولوا كده ان انتوا زي ما تكونوا ايه بتجمعوا كده اللي باقي من اشلائكو علشان ما تتصدموش اكتر واكتر شايفاك الحمل بيشتغل على نفس الفترة الجاية فشايفاك انت بتستغل ضعفك ان انت تكون اقوى جسديا يعني ممكن شايفا الحمل ممكن هيرجعوا بعد الاستشفاء يلعبوا رياضة يعملوا دايت يروحوا الجم يشتغلوا على شكلهم يحسنوا من شكلهم يطوروا من شكلهم يطوروا من علاقتهم يطوروا من شخصيتهم هو الحمل من الابراج القوية اللي شخصيتها قوية جدا الشجاعة الجريئة فدايما ما تخافوش على برج الحمل برج الحمل لما بيقع بيقوم اقوى واقوى انا عمري في حياتي بصراحة ما خفت على برج الحمل بالعكس انا باستمد الطاقة وباستمد القوة وباستمد الشجاعة من الاصدقاء او الناس المحيطين بيا من برج الحمل على النطاق العاطفي شايف الحمل عنده زعل مع شخص بيحبه هو زعلان غطبان من شخص قريب منه من شخص بيحبه انت زعلان منه قوي حمل حيث ان هو تخلى عنك يكون حبيبك او الشخص اللي انت مرتبط بيه او خطيبك او خطيبك او اتأذر شخص بتجمعك بيه علاقة عاطفية انت حيث ان الشخص ده شوية خزلك او مش يوسيبك او قرر الاتعاد عنك الشخص ده ممكن يكون حيث ان علاقتك بي برج الحمل علاقة مؤقتة او علاقة مش قوية بالرغم انه هو دايما كان بيقرب منك ودايما كان بيحاول انه هو ما يسيبكش ودايما كان حتى لو انت ان قررت تسيبه كان بيتمسك بيك الا انه هو الشخص ده في بداية يناير هيقرر انه هو يرحل ويسيبك والموضوع ده ممكن يسبب لك غضب او يسبب لك حيرة او توطر لان عمرك ما تخيلت انه هو يمشي ويسيبك انت كنت ضامنه وضامن وجوده معاك وضامن حياتك معاك فالشخص ده عملك برجلة كده في اول الشهر لان هو يعني ممكن تكون انت بتحاول تتواصل معايا بتحاول تقرب منه بتحاول تتكلم معايا تصوخه وهو مش متقبل الشخص ده شايفه ممكن يكون في طرف الثالث في العلاقة دي عندك طرف الثالث يا برج الحمل دايما مش عارفة ليه دايما برج الحمل عنده مشكلة الطرف الثالث دي قولولي يا جماعة القراءة دي بتتفق معاكو ولا لأ قولولي بتتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه قولولي بتتفرجوا علي من مدينة ايه وعندوكو كم سنة بتشتغلوا ايه كمان عشان اتعرفوا على بعضه اكتر طيب برج الحمل الطرف الثالث ده ممكن يكون من ناحيتك يعني ممكن تكون انت معجب بشخص جديد قرادي او فيه شخص جديد بيتقرب منك او الشخص اللي انت كنتو بتحبه ومرتبط بيه وفيه علاقة ما بينك ما بينه فيه تقرب يعني فيه السر ما بينه وما بين شخص جديد عنده فيه شخص بيقرب منهم اكتر الطاقات اللي باينا قدامي مع برج الحمل الطاقات مائية يعني شايفة عقرب وشايفة عزراء شايفة سرطان شايفة حوت شايفة جدي شايفة طول يعني دولة اكتر الطاقات اللي ظهرها عندي قدام برج الحمل طيب فشايفة ان فيه شخص جديد ممكن يدخل حياتك فاستعد يا برج الحمل بس انا شايفك زعلان وبترائب الشخص المشي ده يعني انت ما كنتش متخيل ان هو ممكن يمشي ويسيبك ما كنتش متخيل ان هو ممكن يرحل فعشان كده شايفك بترقبه في صمت بترقبه وانت مدية بترقبه وانت زعلان واخنا عارفين برج الحمل من الابراج الرومانسية قوي فانت مش قادر تنسى وشخص ده بيأثر فيك عطفيا جدا عندك مشاعر قوية وعندك احساس قوي جدا جدا ناحية الشخص ده كأنه هو بيأثر على حالتك النفسية وكل ما بتقول انا نسيته ما بقيتش فرق معي مش عارس اشوفه تاني ما بقاش اصلا بيفرق معي ما بقاش بيأثر علي وجوده بس بيربكك وجوده بس بيعمل لك توطر شديد جدا جدا انا فاكرا ممكن برضو يكون برج الدلو يعني ممكن يكون برج هوائي وهو برج الدلو طيب برج الحمل شايفك بتحاول ان انت تقوم بنفسك شايفك عندك عندك طاقة صلبية وعندك زي ما تكون شوية شوية عدم تفاول لازم نعليجهم وتعرفين ان انا بقى ملكة الطاقة الايجابية وحد عنده عدم تفاول بازع القوي فلازم يا برج الحمل كده تحسنوا طاقتك وتشتغلوا على نفسكو اكتر واكتر طيب برج الحمل كمان شايف عندكو قدرة رهيبة الفترة دي على البناء يعني استغلوا الوقت ده ان انتوا تبنوا حياة كتيرة في حياتكو تغيروا حاجات ايجابية اشتغلوا على نفسكو انا شايفة ان الحمل صحيح ممكن يكون حزين او مصطوم او وحيد او يشعر بالوحدة انت حاسس بوحدة مع ان انت عادة ما بتشعرش بالوحدة يا برج الحمل بس فراء الشخص او بعض الشخص ده عنك يسبب لك الوحدة طب ليه الشخص ده بيعد عنك هل هو بيحبك اه الشخص ده بيفكر فيك على فكرة بس هو قرر الرحيل انه حاسس ان العلاقة دي بلا مستقبل يعني او شايف ان علاقته بيك ما فيهاش مستقبل ما فيهاش جديد كانه شايف ان انت ممكن تكون بتلعب بيه او هي علاقة غير جدة او ان انت مش بتحبه قوي او ان انت بتسلي وقتك معاه او هو العكس انه حيث انهم مش مبسوط معاك او ان انت بتقيد حريته او ان انت بتتسلط عليه فعشان كده الشخص ده قرر يرحل في الوقت المناسب هل هو بيفكر فيك اه طبعا بتيجي في باله جدا وكل مرة بيفكر يتواصل معاك بيرجع في كلامه هل هو يتواصل معاك الفترة دي مش عارفة مش شايفاه هياخد اي خطوات ايجابية بالعكس انا شايف علاقته بتتحسن بشخص اخر بيحاول التقرب منه وانت يا برج الحمل قاعد وحيد بس استعد يا برج الحمل على دخول شخص جديد في حياتك في اخر شهر يناير الشخص ده ممكن يجي تقدم لخطبتك لو انت بنت في شخص ممكن يجي تقدملك ولو انت راجل ممكن سيدة او فتاة او بنت تقدم عليك الحب بس يا برج الحمل انا شايفك بتتطور شايفك بتجبر شايفك بتتحسن او اضعك بتتحسن حتى لو انت زعلام دلوقتي شايفك هتبقى احسن وافضل وكل حاجة عندك مشى في المصاري الصحيح صحيا خلي بالك من صحتك ما تبذلش مجهود كبير ما تعتبش يا برج الحمل خليك انت اكبر من كده حاول تتمسك في اعصابك لان شايف انه ممكن اعصابك تفلت وتتفوه بكلام كتير جدا زعى الناس قريبة جدا جدا منك فحاول ان انت تمسك عصبيتك وتمسك انطلاقة لسانك في الزعل انا عارفة ان الحمل لما بيزعل يا جماعة عصبي وبيقول كلام كتير ممكن يجرح وممكن يدايق وممكن يزعل فحاول ان انت تمسك نفسك الشريك يا برج الحمل ممكن يكون قرر الانفصال وقرر التعال فبذلك انت قرارك انت يا اما تحاول ان انت تتكلم معاه دايريكت فيس توفيس وتروح تشوف ايه مشاكله وتحل هاله يا اما انت كمان تقرر الرحيل وتبعد عنه بس هو شايف ان العلاقة دي علاقة مش سيريوس مش جدة ما فيهاش جديد ما فيهاش تقدم ودي اكتر حاجة مدايقة وواضح ان هو كمان شخص عملي اوي اوي هل انا شايف فيه رجوع للشخص دا الفترة دي لا بس شايف ان علاقة فيها ان افيا ممكن تتكلمه لان هو بيحبك على فكرة هو مشاعره اجابية من ناحيتك بس هو شخص عقله بيحركه اكتر من مشاعره يمكن انت كمان يا برج الحمل من الابراج اللي عقلها بتحكم فيها بس انت روانسي اكتر من الشخص دا يعني روانسية من ناحيتك اكتر بكتير شايفك بتفكر فيه بالليل وشايفك بترقبه جدا وشايفك حاسس او ممكن بتكون كمان انت يا حمل بتحاول تدخل في علاقات كده سطحية جديدة بس مش قادر تنسى ذلك الشخص نصيحتي ليكو يا برج الحمل مع ذلك يا برج الحمل انا شايفك بتبين ان الشخص اللي انت بتحبه ان انت قوي وان انت متأثر وبتعند معاه بس انا شايفك هتسترح نفسي يعني كل شوية راحتك النفسية هتزيد صحيح مشاعرك هتلتهب وهتتشعل لكده الفترة دي لان انت هتحس بطاقة حب قوية جدا جدا انا شايفك متدايق بجد متدايق من الحصل ما بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه شايفه فيه طاقة تطور كأنك بتطور من نفسك كأنك بتشحن نفسك ثقة يا جماعة برج الحمل الابراج الوافقة في نفسها جدا ودايما لما بتوجع بيزيد ثقته في نفسها يعني همش ابراج اللي ما بتتوجع ثقتها في نفسها بتقل بالعكس الحمل لما بتوجع بيبقى اقوى بيبقى شرس اكتر فخلي بالكم من النقطة دي قولولي يا جماعة القراءة دي بتتفق معاكم ولا لا قولولي بتتفرج علي من فين وانتو برج ايه قولولي فعلا يا برج الحمل هل فيزعل ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتحبه ولا لا من الطاقات الموجودة حواليك زي ما قولت طاقات ابراج ترابية شايف اكتر طاقطين برج العزرق وبرج العقرب شايف طاقات كمان برج الحمل زيك وبرج التور وبرج الجادي وتور وشايف طاقة برج القوس وتور دلو شكرا بحبكوا جدا جدا قولولي بتفرج عليه فين قولولي فعلا يا برج الحمل ايه س verزعلك انت وشخص اللي بتحبه الهل في شخص بتقرب منك او بتقرب منه ولا لا وكمان قولولي يا حمل هل انت سوف تتطور نفسك وانت تعبني صحيا ام لا تانكيو بحبكو جدا 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 برج الحمل بشكركو هسيبلكو فيديوز هنا او هنا تفرجوا عليها عن برج الحمل تانكيو باي